استضافت كنيسة شهداء الأردن بمرج الحمام اللقاء السنوي لقيادات كشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن حيث تم انتخاب هيئة عامة جديدة لكشافة ومرشدات المطرانية لعام 2020 وتجديد انتخاب القائد ركان فخوري وللمرة الرابعة على التوالي أمينا عاما للهيئة وقد أقيم بهذه المناسبة قداس احتفالي رعاه سيادة المطران وليام الشومة لمطران اللاتين في الأردن وبحضور المرشد الروحي للهيئة الأب إبراهيم نفع وكاهن الرعياء الأب أشرف النمري وعددا من الأباء الكهنة حيث قدم سيادة تهنئة لرئيسي وأعضاء الهيئة الجديدة وسلم أعضاء الهيئة السابقة دروعا تكريمية لجهودهم التي قدموها خلال العام الماضي تعالوا إلي يا جميع المتعبين والمرهقين والمسقلين وأنا أريحكم احملوا نيري وتتلمذوا لي يعني يسوع لما بدعونا لمسئولية هو يحملها معنا ويخفف من العبئ لبل يعطينا الفرح الذي يسبق ويتبع حمل والقيام بهذه المهمة المناطة بنا بهذه المناسبة أهنئ جميع عضاء الهيئة الجديدة وأطلب لكم من الله أن تتمكنوا من القيام بها خير قيام أمين أمين تلين اعمين مهدا رضي أفيد جدا بهだل موسيقى موسيقى بداية أشكر أخوة الكشفيين لإختياري للسنة الرابعة على التوالي أمين عام للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مترانية اللاتين الأردن وذلك بمباركة سيادة المدران ويليام الشوملي الجزيرة الوقار وهذه مسؤولية كبيرة وأأمل أن أكون عند حسن ظنكم الكشفية ليست حركة شبابية يأتي منها الأفراد لممارسة النشاط أو العزف فقط بل هي روح تنمو في داخلنا وعطاء من دون مقابل وجهد مبذول من دون كلل أو ملل وطريق لنهج حياتنا ومن هنا أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قام بدعمنا وحضور هذا احتفال أملين من الله التوفيق لهذه البداية للعام الجديد ومواصل الدعم الشباب في كل مجموعاتنا وتقديم كل ما هو أفضل لهم وتشجيع تطوعهم وخدمتهم للكنيسة والمجتمع والوطن ونشكر سيادة المدران ويليام الشوملي لترأسه قداس هذا المساء الاحتفالي ونشكر الكهنة في كل رعايانا وأخوتنا الراهبات ونخص بالذكر الكهنة المشاركين معنا في هذا المساء ونشكر الحضور الكريم جميعا ونخص بالذكر الأمان العام للشبيبة السادة الهيئة العامة لكشافت ومرشدات الروم الكاثوليك ونشكر الكورال كمان بوجودهم معنا من كنيسة قطع رأس يحنى من مادبة باسمي وباسمكم جميعا باسم أبونا إبراهيم بدنا نشكر أبونا أشرف النمري اللي قتاح لنا الفرصة اليوم يكون موجودين بهاي الكنيسة نشكر كمان مجموعة مرج الحمام على استقبالهم إلنا كما تم التقاط صورة جماعية للحضور في جو من البهجة والفرح ترجمة نانسي قنقر